تقارير أرمينية تتهم باكو بخرق الاتفاق وبالهجوم على عاصمة إقليمين كورنو كرباخ فيما تسارع وزارة الدفاع الأذربيجانية إلى نفي هذه الاتهامات مشيرة إلى المباحثات التي تعقدوا بين وفدي ممثلي الأرمن في كرباخ وسلطات أذربيجان في مدينة ييفلاخ الأذربيجانية المحادثات استمرت قرابة الساعتين الممثل الرئاسي لأذربيجان لفت إلى أن باكو نقلت مسودة اتفاقية السلام إلى ياريفان وتنتظر رد السلطات الأرمينية فيما أوضح ممثل أرمين كرباخ أنهم لم يتوصلوا لاتفاق النهائي وهناك خلاف على بعض التفاصيل المفاوضات أتت بعد إعلان أذربيجان وقف عملياتها العسكرية في الإقليم بمجبئ اتفاق شملت بنوده موافقة المسؤولين العسكريين في إقليم ناكورنو كرباخ على إلقاء أسلحتهم وإجراء محادثات مع باكو فيما ستتولى قوات حفظ السلام الروسية دور الوساطة بحسب ما علن الكريملين الذي أكد وجود تعاون وثيق بين الجانب الأذربيجاني وقوات حفظ السلام الروسية التطورات الميدانية انعكست في الداخل الأرميني حركة احتجاجية صاقبة إذ شهدت صاحة الجمهورية في يرفان تظاهرات مطالبة باستقالة باشينيان والأخير أكد عدم وجود أي نية لاستقالته وتحت أي ظرف يذكر أن من شروط الهدنة التي حددتها أذربيجان وروسيا أن على قوات كرباخ المحلية أن تلتزم بحل كيانها وتسليم سلاحها والانسحاب تأتي هذه التطورات في ظل حديث عن انزعاج روسي من انحياز باشينيان الواضح نحو الغرب خاصة مع مشاركة العشرات من الجنود الأرمني والأمريكيين في تدريبات عسكرية معا إلا أن الرئيس بوتين صرح بأن روسيا ليس لديها مشاكل مع رئيس وزراء أرمينيا لكن إذا اعترفت أرمينيا نفسها بأن كرباخ جزء من أذربيجان فماذا ينبغي لموسكو أن تفعل؟ وفي الداخل يواجه باشينيان أيضا نقمة شعبية بسبب سياسته التي أدت إلى أن تفرض أذربيجان شروطا مذلة للاستسلام في كرباخ